أذكركم بأهم رواية مرت علينا في الحلقة الماضية إنها الرواية التي قدمت لنا اللقطة الإيرانية أقرأ عليكم من غيبة النعماني والرواية ينقلها لنا أبو خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم أتلاهم شهداء هذا هو البرنامج الإيراني وهذه هي اللقطة الإيرانية برنامج إمامنا الباقر صلوات الله عليه والذي أدعي أنني أتمسك به أما إني لو أدركت ذلك لو أدركت اللقطة الإيرانية اللحظة الخمينية أما إني لو أدركت ذلك لا استبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر شرحت لكم معنى الاستبقاء يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا أصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم هذا هو منهج الاستبقاء الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر إمامنا الباقر مدح الإيرانيين ومدح الثورة الإيرانية لكنه لم يأمرنا بأن نلتزم هذا البرنامج وهو نفسه لو كان موجودا فإنه لا يلتزم هذا البرنامج مع مدحه لهذا البرنامج هو اتخذ برنامجا آخر بعد أن قال في وصفي قتلى الإيرانيين قتلاهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر الرواية خطيرة ومهمة جدا وتلاحظون أن تفاصيلها تنطبق على اللحظة الإيرانية عودوا إلى كتب التاريخ فإنكم لن تجدوا في أي مقطع زماني منذ بداية غيبة الإمام وإلى يومنا هذا أتحدث عن الغيبة الطويلة منذ بدايتها وإلى يومنا هذا لا نعرف مقطعا زمانيا تحققت فيه هذه المضامين إلا في الزمن الذي نعيشه لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك برنامج إمامنا الباقر واضح يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا هذا هو برنامج الاستبقاء نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر